مباراة الاهلي وبلاتينيوم يعني كان كلام كتير جدا على السوشال ميديا لكن بصراحة أنا أزعل منكم شوية شوية الحمد لله الحمد لله الاهلي دايما بالراهن عليه الاهلي دايما يعني عنده حسن ظننا كلنا فيش حاجة حصلت الحمد لله يعني تعادل خدنا نقطة كنا مفروض نكسب آه يعني الاهلي طبعا يكسب أي حد ده سكتنا كلها في نادل الاهلي دايما عطول لكن ما حصلش حاجة نادل الاهلي في المركز التاني آه برصيد سبع النقاط عندنا النجم السحيلي جاي لنا رحين طرعين الهلال أنا شايف إنه مفيش أي مشكلة الحمد لله يعني لكن اللي أنا بس زعلان منه إنه دلوقتي ممكن كل الجميع تنتاقد مفيش أي مشاكل خالص خالص لكن اللي بطلع يقول يا جماعة لاي الاهلي مفيش حاجة حصلت وبتاعي يقوله أنت بتطبل وانت مش عارف ما كانتش دي النغمة بتاعتنا خالص يا جماعة خالص فإحنا عايزين دايما آه إحنا الاهلي الحمد لله والشكر لا الاهلي دايما عند حسن ظننا زي ما قلت قبل كده الاهلي دايما إحنا متعشمين وبيكسب أي حد لكن في كورة وفي ظروف وفي حاجة حصلت في أفشا تصاب في وليد سليمان تصاب عندك اثنين أصلا بيحركوا الملعب تصابوا مفيش أعذار ريني فيرال من المدربين لما بيختلقش الأعذار أو يعني بيقول الصنا كان عندي كذا إحنا اللي بنقول إحنا اللي بنقول لكن طبعا مفيش أعذار لا اللي يكسب ما كناش في ظروفنا خالص الدنيا ما كانش كويسة وارد جدا في الكورة كل الكلام ده لكن إحنا بقى نبدأ نصدر حاجة هي مش موجودة أصلا يعني إحنا اللي بنى تشاقم اللي بنى تشاقم ده إحنا عندنا فريق اسمه النادي الأهلي النادي الأهلي اللي هو يعني بيتحدى أي حد وبتحدى أي حاجة وبيدخل في الحيطة ويعني بيطلع سليم الحمد لله والشكر لو نمسك الخشب فدايما ورا لعبتنا دايما ورا في لقيتنا دايما المتفقلين ده بالعكس بالعكس ما اللي بقى الناس التانية يعملوا يا جماعة بقى مش عايزين نتكلم بقى مش عايزين نتكلم يعني ده إحنا مباراة اتعدلنا فيها وخلاص وخدنا نقطة في المركز التاني إن شاء الله إن شاء الله هنكسب إن شاء الله إن شاء الله بإذن ربنا هنكسب النجم السحلي بلعبتنا الرجالة بمدربنا لكلنا ثقة وأمل كبير جدا فيه وإن شاء الله نكسب برضو برة الهلال إن شاء الله الدنيا تبقى جميلة وإن شاء الله نبقى عنده حسن ظن الجميع الناد الأهلي دايما عنده حسن ظن الجميع